أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية ببرنامجنا التاسع إذا كان مش إذا كان أنا أظن أن الدولة الحقيقة بل عندي يقين حقيقي أن الدولة مهتمة جداً 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 ببناء الوجدان والعقل والوعي المصري لدى جموع المصريين دون استثناء واحد يذكر إلا أنه كمان الدولة مهتمة بمسألة حماية المكون المصري المكون الاجتماعي المصري المكون الثقافي المصري مصر بلد ممتلئ بالمكونات فيه مزيج متجانس مزهل ومش موجود في الدنيا مش موجود ده بجد يعني دون خلافه خليه مرة نعود نتكلم مع بعض على مسألة ألسق الثقافات المستوردة وهل تغيرت ثقافة المصريين فيه كلام فرق كتير احنا بنستخدمه دون وعي مننا ويمكن اللي بيجرى في مصر يهدم كل هذه المصطلحات كويس؟ طيب تشوف انه حرص الدولة على الاهتمام بحماية كل المكونات بتاعت المجتمع المصري وحماية هذا المزيج الثقافي في حاجة على سبيل المثال زي قطار الخير قطار الخير تحديدا اللي نتكلم عليه النهاردة لمجلس القبائل والعائلات المصرية طيب راح فيه قطار الخير راح على محافظة باني سويف وانا اظنه اختيار رائع لانه انت عارف باني سويف فيها بلدة اسمها قلقشندة وقلقشندة دي اتولت فيها الفقيه المصري العظيم المجدد واللي اخذ عنه خد بالك بقا اخذ عنه فضيلة الامام الشافعي مين الليث بن سعد طيب فانا يمكن انا اللي عامل الرابط ده مين عندي باني سويف الليث بن سعد طيب باني سويف اللي فيها مصانع ضخمة للالكترونيات وما الى ذلك هنا هتجد عراقة باني سويف عراقة هذا الماضي الرائع ونبوغ المستقبل العراقة بتاعت محافظة باني سويف واهلها ومزيجها العظيم وما بين النبوغ بتاع مستقبل لباني سويف وبطبيعة الحال مصر اقام مجلس القبائل والعائلات المصرية على مدار تلات ايام من يوم السبت حد النهاردة لاتنين قافلة كبيرة جدا شاملة الحقيقة تمر وتجول بربوع المحافظة طيب بتضم ايه بقى بتضم قافلة طبية وهذه القافلة فيها اكتر من تلاتين تخصص طبي ده بالاضافة لتقديم ادوية نظارات طبية على المستحقين بالمجان ده جاي بالتوازي مع توزيع حصص غذائية للأسر الاولى بالرعاية هناك وطبعا ده بمناسبة شهر رمضان الكريم تزامنا ايضا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بل اظنوا واحتفال كل الدول العربية بذكرى انتصارنا في العاشر من رمضان وهذا ما يستدعي تكريم وده اللي حصل لعدد من اثر شهدائنا البواسل شهداء القوات المسلحة في محافظة بني سويف النهاردة وكان حفلة كبيرة الحقيقة اقيمت ب مركز الوسطة في قرية ابي صير طيب قدم الحفلة الحقيقة عدد من العروض الفنية والابتهالات الدينية وطبعا تكريم لأسر الشهداء الفرق اللي فازت في الدورة الرمضانية ايضا لكرة القدم كما جرت العادة عندنا في مصر الدورة الرمضانية لكرة القدم حاجة عظمة على عظمة طيب كل اللي انا بقولك عليه ده وهذه القافلة العظيمة جاية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء بنك الطعام المصري بيت الزكاة والصداقات وده لتعزيز تعاون وشراكة في سبيل تقديم اقصى استفادة حقيقية واقعية ملموسة ومتكاملة للمواطنين المصريين في محافظتنا بني سويف فكرة اكتر من رائعة وعظيمة تاني ان عكست تعكس ايه هي تعكس انه الاهتمام كامل وعميق بالكل مفيش حاجة عبارة عن ورد في عروة الجاكتة زي ما كان بيحصل قبل كده الحاجة بتتعامل بجد وبتتعامل بواقع زي ما بالزبط كده فخامة الرئيس عودنا انه لا يضح حجر الاساس ولا يقص شريط الافتتاح الرئيس عودنا انه يروح على المنشأة او المصنع او 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 وهو بيشتغل نفس القصة مش هنعمل قافلة اتعملت مش هنعمل مش عارف تكريم لا اتعمل الى اخير شوف مصر هتفضل حالة شديدة التفرد مش بس حالة خاصة كل دولة وكل شعب ليه خصوصيته بس مصر هي حالة شديدة التفرد في مزيجها الثقافي وفي مكونها الاجتماعي لانه زي ما هقولك ولازم تقرأ ده كويس ويمكن ترجع حتى لرحمة الله علي مؤلفات الدكتور جمال حمدان هذا المزيج المتجانس متفرد مش موجود في حتة تانية